نرحب بضيفنا في الستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد الدكتور صالح المعيطة دكتور أهلا بك معنا دائما لتحليل الوضع الميداني ولكن لابد أن نتوقف بداية عند الجدول الزمني والجدل القائم حول الجدول الزمني لهذه الحرب وزير الدفاع يتحدث عن أشهر بينما نرى الواقع الميداني على الأرض الجيش الإسرائيلي غير قادر على استكمال ربما السيطرة على ثلاثة أحياء بعد شهرين على انطلاق هذه الحرب مع ارتفاع عداد قتلاه والجرحة في صفوف الجيش الإسرائيلي ووضع أيضا جنود الاحتياط فعليا هل هذا المقترح أو الحديث عن إطالة أمد الحرب واقعي ومنطقي بالنسبة للواقع الميداني بداية كل شكر عندما نتحدث عن الواقع الميداني يجب أن نقصله عن الواقع السياسي ومتغيرات ما يجري في المنطقة والإقليم والعالم البعد السياسي هو الذي يتحكم بالبعد العسكري أعتقد ضابط الإيقاع للحرب في غزة موجود في واشنطن وما زيارات المستشار الأمن القومي ووزير الخارجية ورسائل بايدن من فترة لأخرى إلى القيادة السياسية وكأنها هي إما مراحل أو إعادة تعديد للأهداف الخطط أما إذا قرأنا الواقع الميداني العسكري إسرائيل عندما بدأت العملية البرية كانت تعتقد ستكون محصورة ضمن طول 19 كيلومتر في 5 كيلومتر إما ما يقارب تقريبا 30% من مساحة قطاع غزة وكانت تتوقع أن تحقق الأهداف العسكرية وتحرير الراهين وعندما فشلت في ذلك فكرت بالخيار الآخر بعد الهدنة أن توسع العملية لعلها تبحث عن نصر آخر يحقق له الأهداف ففشلت في الشمالي وفشلت في الوسط وفشلت الذريعي الآن بالجنوب والسبب في ذلك بسيط هو عجز إسرائيل أو الجيش الإسرائي رغم امتلاك تكنولوجيا الأرضي والجوي والبحري والفضاء والسايبر بدعم من القوى الكبرى لم يستطع كسر شيفرة توزيعات وتحصينات كتائب القسام العسكرية والمعلوماتية والاستخبارية وكما قال أحد المحلين العسكريون هناك حرب تقليدي وهناك حرب عصابات أنا من وجهة نظري كمتابع لا أستطيع أن أوصف الحرب إسرائيل مع حماس هي حرب عصابات ولا حرب تقليدية أسميها بالحرب الشبحية هي حرب خاصة ومن نوع خاصة وقد يدرس هذا المفهوم مستقبلا ما ذو نعني بالحرب الشبحية نعني أنك لا تعلم متى وأين وكيف وبأي قوة يظهر لك العدو مرات خلف خطوط القوات المتقدمة ولهذا السبب إسرائيل الآن تبحث من خلال فتح باب التفاوض كما أشار رئيس وزراء أن تبحث عن تراجع ميداني لتعيد ترتيب الأهداف وكما قلت في أكثر من مرة الفشل الإسرائيلي العسكري في الميدان سبب هو عدم ترابط الأهداف مع الأدوات والوسائل وإسرار نيتنياهو على الزج بـ 200 ألف وأكثر وقال أخيرا قد تكون الحرب طويلة كما أشرته وإذا عدنا للتقدير الموقف العسكري إسرائيل تحتاج إلى 400 ألف جندي تدخل غزة بهذا الحجم حتى تستطيع أن تفتش من بيت لبيت من شارع إلى شارع وقامت بقطع الاتصالات اليوم للمرة التالية اسمح لي بس قبل أن نتحول عن مسألة قطع الاتصالات فما يعنيه ذلك بس مسألة التوغل البري البعض رأى فيها بأنه هي اللحظة التي أدخلت إسرائيل في مفهوم الهزيمة لا يمكن أن أنسى مقال لتوماس فريدمان حذر فيه إسرائيل قبل التوغل البري من الغرق في الرمال المتحركة إذا قامت بالدخول بريا إلى قطاع غزة ونرى اليوم هذه النتيجة هي عاجزة أيضا عن الخروج بما يحفظ ماء الوجه يعني هذا يعقل بأنه أن تعرض مكفآت مالية لمن يقدم معلومات عن السنوار ومحمد الضيف ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للصورة الاستخباراتية الإسرائيلية الصورة الاستخباراتية والصورة العملياتية والصورة القتالية والصورة كلها فشلت منذ سبعة تشرين الأول نعم الغرق في الرمال وما يسميه بالبعد العسكري عندما قتال داعش في العراق وسوريا سموه سموه استراتي سمكة الصحراء عندما نتكلم عن سمكة الصحراء تظهر ومن ثم تغوص بالرمال الآن هذه الحرب الشبحية وليس حرب منذ ولا عصابات حرب شبحية وهذا ما تقشاه إسرائيل وتعثرت فيه لم تستطع كانت تتوقع وتراهن إذا تحركت إلى الجنوب سأحقق مصر تكتيكي عملياتي أعيد في بعض الاعتبار لهيبة الجيش والشارع الإسرائيلي لكنها فشلت السؤال مطروح لماذا قامت بقطع الاتصالات اليوم قطعته قبل عشر أيام وقبل اسبوعين والسبب أن حركة هذه المجموعات الصغيرة مرات فرد مرات مجموعات الأفراد يعتمدوا على الاتصالات السلكية واللاسلكية والوقت صالح هم لا يمتلكون أقمار صناعية ولا معيدات بس ولا محطات ولا مواقع راديو نجل اتصالات متحركة يعتمدوا على الاتصالات البدائية حاولوا يشوشوا إسرائيل وأقولها الآن ببعد الاتصالات وليم أعرف بذلك حاول إسرائيل أن تشوش على حركة البندول الساعة يعني اتصالات التي تبث بأقل قوة أحيانا أنت تشوش عندما يرتفع مستوى البث تتشوش على اتصالات التليفون الهاتف العادي الأرضي حتى تعطل تمرير المعلومات أن حركة مقاتلي الحماس والمقاومة يعتمدوا على المعلومات والسبب أنه الآن من مصلحة قوات القسام أن يكون عدد القوات التي توغلت بهذا الحجم كبير جدا ويزداد حتى تقع فيها خسائر أكثر تعطيها خسائر أكثر واليوم بأي جيش اليوم هذا المعلن وغير المعلن في كثير من الصحفيين الإسرائيليين يتحدثون صحفيين وهناك تناقض دعينا أوضح تناقض بين الأرقام عن القتلى الجرحة ما بيعنون القتلى التي يعلنها الناتق العسكري والجيش السري والقتلى التي يعلنها بالمستشويات حركة طائرة المروحيات لما نلاحظها باستمرار في أرض الميدان ماذا تنقل ماذا تأخذ ماذا تعيد يحاول أعتقل سيطلبوا من سوليفان أن هم يطلب الهدن وهذه المرة الثالثة إسرائيل تطلب بقفة لها تحاول طلبت معركة الكرامة مفاوضات سرية اليوم ما بقى سرية يعني كان في البداية عم يحكوا عن تسريبات أنه طلبة إسرائيل مفاوضات سرية الآن باتت بالعلم بالعلم ولماذا سمح للموساد والشباك أن يتحرقوا باتجاه الدوحة السبب ليلتقوا مع الناس ويطلبوا هدن ليس هدن إنسانيهم وإنما هدن لغايات سحب القتلى والجرحة والآليات المدمرة والنقطة الأخيرة إذا سمحت لأوضيحها للمشاهد إسرائيل لماذا دعنا نسأل لماذا هذا الحرب على قواعد الغضب والانتقام والتدمير الهائل للبنى التحتية للحياة العادية السبب هو الضغط على الحواظ الشعبي الاجتماعي الدائم لحماس ومن ثم شد العصب القومي بالداخل الإسرائيلي نعم والنقطة يعني قد يكون شجاعة الياس حاولت النزوح باتجاه إلى رفح الفلسطينية على أمل أن يدفعهم باتجاه رفح المصري لكن الموقف المصري والموقف العربي والمقاومة أعتقد عطلت هذا المشروع الذي كانت تطمح إلو إسرائيل من خلال هذا التدمير والتهجير والنزوح بكل شيء توقف ماذا بقي أن تستمر في المكابرة والمكابرة ستقود إلى الفشل والفشل سيقود إلى العجز وهنا المشكلة المشكلة أيضا برد الفعل يعني أنا أواد أن أسألك اليوم في ظل تعطر تحقيق أي نتيجة أو يعني الوصول إلى جزء من الأهداف التي وضعتها إسرائيل كيف ممكن يكون رد فعل نتنياهو المأزوم داخليا إقليميا ودوليا هل ممكن يفجر الضفة الغربية ممكن يفجر الجبهة الشمالية مع لبنان يعني كيف تتوقع أنه يتصرف وهو مأزوم وعاجز عن تقديم انتصار ولو معنوي لجمهوره وللشعب الإسرائيلي أتوقع عقليت نتنياهو كان يمينيا وأصبح يمينيا متطرفا وأخذ حتى الجسار الإسرائيلي أخذه باتجاه اليمين الآن نتنياهو لا ينفذ فقط ما يدور في رأسه ينفذ ما يدور في حكومة الحرب لأن الوزراء الموجود أجوا معه بشروط نفذ ما نريد وإلا سننسحب وأي سنحب وزير من حكومة الحرب يعني طلب انتخاباته المبكرة والانتخابات المبكرة الكل يعرف لن تكون في صالحه وأعتقد استمرار الحرب هو يحاول أن يحقق شيء ليبقى بعيدا عن المساءلة والمحاكمة أودا أشكرك دائما على حضورك معنا دكتور صالح المعايتة الخبير العسكري والاستراتيجي على هذا التحليل المفصل شكرا شكرا